صباح الخير او مساء الخير عليكم. ايان كان الوقت اللي بتسمعوا في الفيديو برحب لكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب المشتركين الجديد وبقول لكم اهلا وسهلا. وبقول لك لو انت لسه جديد معينا واول مرة تتمعنا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلكو كل جديد. اه القناة تكبر بيكم وليكم. وعندي مفاجآت لسه كتير ان شاء الله هعملها في الفترة اللي جاية. اه هنقول النهاردة الكراءة العطاسية لمواريد برج الجدي. انا شايفة طاقتك. هنا اه انا شايفاك عندك مسئولية كبيرة جدا. مسئولية كبيرة جدا فوق طاقتك وفوق احتمالك اه تعبان. يعني حس ان انت شايل حمل شايل اه هموم او شايل مسئولية بالفعل. يعني ممكن تكون عندك التزامات او عندك حاجات كتير بتعملها. انت في الوقت الحالي حس ان هي تقلت عليك جدا. اه كمان شايفاك فيه حاجة عملتها او في حاجة بنتها او في حاجة قدمت فيها لكن ما خدتش منها مقابل. انت قاعد نستني. قاعد نستني. اللي انت عملته ده اه نفقته هتكون ايه? اه كمان شايفاك حذر شوية في الفترة دي قاسي العلامة. يعني مش عارك انا بكلم هنا متزوجين يعني. اه خايف كده وقلقان من حاجة او مش مدي الامان شوية. اه هنشوف دلوقت ان اين عاملة جزء اين? اه جزء ايه هنا بتاعك وجزء ايه دي للطرف التاني. اه شايفوا علاقة الزواج دي. اه يعني فيها ايوة شوية حب. فيها حب من الثراثين. اه لكن العتاب فيها كتير. المشاكل فيها كتير. الحيرة فيها كتير. يعني مش يعني وقت الحب فيها. اه شوية ضغرين قبل. اه فيها كمان غموض. فيها حد ممكن يكون اه يعني محتار في الطرف التاني او في حاجة مش فاهمها او مش عارفها عنه. او في حاجة عايز يتأكد منها. اه انت ممكن تكون يا برج الجازي انا شايفك عايز تمشي. ممكن تكون عايز تمشي. عايز تبعد. اه بس مش شايفي بعض الزعل. انا شايفك اه عايز تفكر مع نفسك. عايز يعني عايز تلاقي حل. عايز تشوف ترجع بحاجة افضل. يعني انا شايفك انت عامل كده يا برج الجاز. عايز تمشي. عايز تبعد بس مش اه بس ماشي وانت زعلان يعني. شايفة كمان هنا التواصل في في الافكار او في يعني او في الكلام او كده شايفة في عنف شوية. منكم انتو الطرفين شايفة في عنف. شايفة في عتاب ومشادات كتير جدا. اه شايفة في اختلاف كمان. ممكن تكونوا ثمينة مختلفين عن بعض. شايفة في اختلاف. اه بعضكم ممكن يكون اه بيخبي علاقة. يعني بيخبي علاقة هو يكون فيها. ده هيكون للبعض مش للكل. برج الجازي بيخبي علاقة. بيحاول يبافع عن نفسه اه فيها. لكن شايفك اه شايفك هتاخد قرار قريب ان شاء الله يعني شايفك هتاخد قرار اه بانك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العصفية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها. هتاخد قرار ان انت تكون مسيطر ان انت يكون ليك رأيي ليك كلمة انت اللي بتتحكم بس مش هتزلم الطرف التين. يعني انت في نيتك انك آآ آآ انت اللي تمسك كل حاجة في ايدك لكن ما من غير ما تزلم خد. ده تفكيرك انا. لكن انا شايف عتاب كثير بس ممكن يكون بعض العتاب ده في صلح. وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضكم آآ دي علاقة زوجية قديمة عن حب آآ آآ اللي بعضكم كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده. او في علاقة ثلاثية يعني هو مرتبط قبل كده. شايفك في حاجات مش فهمها يا برج الجدي ده بالنسبة لوضعك انت. طرفي التاني بقى الزوج او الزوجة آآ يعني انا شايفة انت مع طرف متحفظ شوية آآ عنده فعلا شوية همود آآ فيه التخفص بس الطرف ده تعبان. يعني الطرف ده تعبان متضايق آآ ممكن للبعض الطرف التاني يكون مسافر او يكون بيفكر في السفر او تكونوا من بلاد مختلفة آآ في وضع انتوا فيه الوضع ده سجل متعلق لفترة آآ او هو بالنسبة للطرف التاني هو سجل متعلق معك في وضع من فترة لان هو كان مستني منك حاجة وانت ما عملتهاش يعني كان مستنيك لما تتعمل حاجة انت او مستني لما تقدم حاجة وانت ما قدمتهاش والوضع ده متعلق وانت واقف على فكرة يعني او هو شايفك كده دي نظرة الطرف التاني بالنسبة لك. آآ فيه حب آآ فيه حب. علاقة روحية فيه علاقة روحية لكن فيه حزن. فيه حزن. فيه وضع متعلق. فيه خسارة. آآ فيه هموت كمان. آآ فيه حد قلبه مقصور. ممكن الطرف التاني يا برج الجدي يكون حاسس ان هو قلبه مقصور مع انك يكون حاسس ان انت خدعته. آآ ممكن تكون الكراءة عكسية. آآ لكن الطرف التاني هو عايز ياخد كراءة. يعني عايز يحسم المسألة دي. انا بتكلم هنا لمزل المتزوجين. فيه مسألة في علاقتكو. هو محتاج ان هو يحتمها. ممكن يكون منعزل عنك شوية. ان هو بيفكر. آآ محتاج يفكر بحكمة. آآ او محتاجك انت تفكر آآ يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة. محتاجك تشوفها بشكل تاني. آآ هو شايفك كمان حد كويس. يعني هو بيشوفك حد كويس. بيشوفك حد ناجح. بيشوفك حد ليه مستقبل. بيشوفك حد عملي. او بيشوفك حد ممكن يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها. انت بتقدر تنجح فيها. عندك طموح. عندك يعني قدرات خاصة بانك تحقق اللي انت عايزه. آآ كمان بزيت لو انت ست من برج الجدي هو بيشوفك متميزة. بيشوفك مستقلة بزيتك. يعني شايف عندك حاجات كتير مميزات كتير حلوة. وفي حب كمان. لكن في واجع كتير جدا في العلاقة دي. في واجع كتير فيها. النصيحة بتاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين. آآ يعني ممكن يعني بيقول لك هنا انه اظهر مشاعرك. اتكلم مع طرفك تاني. قول اللي في قلبك. قول اللي انت بتحس بي. بليش طول الوقت تفضل آآ مخبي او كاتم او مش عايز آآ او مش عايز تبين. لا اظهر مشاعرك. اتكلم آآ آآ يعني اوصلوا مع بعض الحاجة. في نفس الوقت يعني آآ استعمل الحكمة. يعني مش شرط عشان تظهر مشاعرك انك آآ يعني تكون متهور او انت تفتكر ان انت كده يا حد اهوج او انت بترني نفسك. لا. كل حاجة ممكن تسترد فيها وتعملها مضبوط وتعملها بحكمة. قدم العرض بتاعك او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك آآ بشكل آآ انت تشوفه ان هو يليق بك. آآ ممكن كمان للبعض نصيحة بتاعتك انك تستشير حد. انت في حاجة مش بتظهرها. ممكن انت في حاجة مش بتظهرها يا برج الجزء. آآ الكروت هنا بتنسحك انك تظهر عواطس. هنا برضو يعني آآ شايفك مقدم كسك بس فادي يعني ما فيوش اي حاجة. لكن انت عندك حب اظهر العواطس دي باينها كمان هنا انت قاكل على نفسك واكد كده على كل حاجة جوا حبك مش نباين اي حاجة. لأ. اظهر كل حاجة. آآ او تقفل اللي موجودة معي في القراءة. موجود معيك الطاقة الترابية. موجود معيك الطاقة المائية. آآ موجود معيك الطاقة الهوائية. والمارية مش كتير قويان. آآ الابراج اللي موجودة شايفة عزراء. شايفة حمل. آآ شايفة صور. شايفة آآ ايه تاني. آآ شايفة سرطان. شايفة جوزاء. شايفة قوس. آآ شايفة عسد. دي رائطة المنفصلين والمطلقين هنقيمها آآ تلات مراحل ماضي حاضر مستقبل ونصيحة وهنشوف كمان ايه آآ شعور الطرف التاني من ناحيتكو ايه علشان لو حد بيسأل عن رجوع. آآ الماضي بالنسبة لك برج الجادي منفصلين ومطلقين. هقول لك طاقتك الاول في الفترة دي. انا شايفة طاقة الانفصال. طاقة انتهاء علاقة بالفعل يعني. آآ شايفة بعضكم ممكن يكون لسه بسس على الماضي او لسه مستني رجوع علاقة من الماضي. آآ شايفة جرح كبير جدا في القلب وممكن يكون في انفصال او في طرف تالت في الموضوع او يكون الانفصال بسبب كده. آآ الاول انا شايفة انت في الماضي برج الجادي. آآ يعني انا شايفة كنت في علاقة حب كويسة علاقة حب سعيدة. آآ فيها فعلا فعلا يعني في الماضي فعلا دخل طرف تالت والقراءة دي تتقل لموجودة قدامي. يعني ممكن يكون ده عند البعض. ومشارة الطرف التالت يكون آآ حب يعني او شخص تالي. يعني ممكن يكون اي اطراف. آآ يعني شايفك في الماضي انت عانيت كتير بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي انت عانيت كتير جدا ممكن بعضكم يكون بيتعابل مع شخص متافر او من بلد تانية او آآ او ثقافة تانية غيره يعني فيه اختلاف بينك وبين الشخص التاني آآ فيه اختلاف وفيه بعض. ممكن بعضكم فيه بعض في المسافة. لكن انا شايفة فيه في العلاقة دي في الانفصال ده طرف تالت بجدارة. في الطاقة وفي القراقة. فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا شايفكم تعبان بتعاني جدا من العلاقة دي ممكن يكون انت يا برج الجديد اللي قررت ان انت تبعد او او طعبك ده بسبب ان الطرف الثاني قرر فجأة آآ ان هو يبعد آآ وينهي العلاقة دي يعني انا شايفة علاقة زواج آآ منتهية وممكن ما تكونش كانت زواج لكن فيه عندي هنا كتير زواج. آآ في الوقت الحاضر بنسبق لك. انت لسه بتفكر في ماضي. لسه بعضوكو آآ ممكن يكون فيه انفصال لكن مفيش آآ طلاق. آآ آآ لسه بتفكر آآ برجوع لسه بيعني بتقول ان ممكن آآ يعني يعني عندك الزواج لد يعني انت عندك هنا بنسبلك انا شايفاك في الاول في وقتنا ده انت متكتف. انت في وضع آآ مش شايف حاجة. مش قادر تآ تقدم خطوة ولا تأخر ولا تتصرف ولا تعمل حاجة. انت في وضع في الوضعك الحالي انت متكتف ومقيد مش قادر تعمل حاجة. كمان شايفك بتدفع عن نفسك. ممكن تكون بتدفع عن حياتك. ممكن تكون لسه مصمم ان العلاقة ما انتهجش. آآ مصمم انك ترجع الطرف الثاني. آآ في هنا برضو الطرف الثالث. نفسك موضوع. آآ في هنا برضو عندك في الوقت الحاضر. آآ دي يعني هدم علاقة لزا تور. دي هدم علاقة. يعني علاقة خلاص هي انتهت. آآ كمان عند بعضكم هي انتهت باكلوب مش حلو. يعني الطرف الثاني او انت وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية. الطرف الثاني لما نهل العلاقة يا برج الجاذي كان بطريقة يعني لما مشي مشي بطريقة مش كويس. هد المعبد علي فيه ومشي بشكل مش كويس. بالنسبة للمنفصلين والمطلقين آآ يعني يعني بعضكم الطرف الثاني ده او انت يعني كان مسيطر عليه طاقة آآ طاقة خبيثة قوية مسيطر عليه شهواته ورغباته آآ يعني ما بصش لاي حاجة ما عملش حساب اي حاجة كل مسيطر عليه آآ شطانه يعني هو ماشي شطانه بس هو اللي مسيطر عليه وان هو ينهي العلاقة ليه. شايفك آآ بعضكم على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما. انا شايفك مكتئب منعزل آآ بتبص على خسارة آآ لكن على فكرة انتو عندكو خطوات كويسة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله من ناحية العلاقة آآ شايفك كمان كتير حذر في الوضع في الوقت الحالي اللي احنا فيه لانيديك رائط الحاضر كتير حذر كتير بتحافز يعني على نفسك على مشاعرك آآ او تكون بتدافع عن نفسك تكون آآ متهم بحاجة او حد بي آآ بيلقي عليك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدافع عن نفسك آآ آآ قاتل مشاعرك خالص آآ ممكن يكون بعضكم آآ ديله رجوع ورفض يعني رفض الرجوع بالزات العلاقات اللي فيها آآ علاقة ثلاثية انا شايفك هنا قاتل على نفسك خالص آآ شايفة في الوقت الحاضر في بلوكات بلوك 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 كتير آآ ورفض للطرف الاخر او رفض الثرف الاخر ديك يا برج الجزء المستقبل بتاعك عنقول الطاقات الموجودة الاول عشانا دايما بنسى الطاقات بندمك في القراءة وبنسى الطاقات انا شايفة معيك في القراءة دي طاقة آآ نارية مائية آآ هوائية كمان وترابية كل الطاقات موجودة كل الطاقات موجودة معاك في القراءة برج الجزء آآ الابراج اللي موجودة شايفة السرطان شايفة الميزان آآ شايفة العقرب وشايفة الحمل. الصور. الطاقة بتاعتك وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج من برج الجزء. اه لو شفت حاجة تانية هقول. لكن هي دي الاضراج اللي انا شايفها حاليا قدامي. والجوزاء والقوس. دول حاليا. لكن كل الطاقات موجودة. اه نروح للمستقبل بتاعك ان شاء الله. انا شايفك. يعني انت في عندك علاقة حب. جاي لك. علاقة حب اه لكن يعني ممكن تكون تقليدية. او ممكن تكون هترجع العلاقة من الماضي تاني. او تكون انت بالفعل حاليا في عندك علاقة حب. والعلاقة دي هتكمل بس انا شايفك اه يعني حذر وغامض في العلاقة دي شوية. يعني مش مش مدي الامان قوي او في حاجة مش واضحة بنسبلك هي علاقة حب هي متبادلة على فكرة لو بتسأل هي متبادلة من الثرافين. لكن انا شايفك انت حذر ممكن ده يكون بسبب حاجات انت تعرضت لها في الماضي فانت قررت انك ما تكونش زي الاول تاني. شايفك عندك غموط شايفك حذر شوية في العلاقة. وده ممكن يكون من ناحية الطرف التاني اللي معاك. او اللي هيكون معاك في العلاقة. لكن هي علاقة حب متبادلة. آآ شايفة كمان آآ يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر آآ آآ ندوك فكري وعقلي اكتر آآ يعني بسبب كل الحاجات ممكن يكون بسبب يعني القدر هنا عجلة الحظ هنا هتكون في صالحك لو انت كذكيرك كده. يعني انت هتفكر بعقلي جدا آآ كتير في المرحلة اللي جاية هتكون منعزل هتكون بتفكر كتير كل امورك بالعقل والحكمة هتحكمهم اكتر من العاطفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. آآ يعني شايفك ثابت. ثابت في الفترة اللي جاية وانت اللي بتكرر وانت اللي بتختار عندك آآ يعني حرية وعندك انطلاقة كده في المرحلة اللي جاية آآ مش هتكون خايف على حاجة مش هتكون خايف على حد آآ يعني بتتصرف بعفوية في نفس الوقت مشاعرك انت مخلي بالك منها في الفترة اللي جاية ومحافظ عليها. لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على المواد. ممكن يكون كمان الاكتر اللي هما آآ حصل معاهم غدر او خداع او موضوع طرف تالت او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي مشي ومن غير اسباب او بطريقة مش كويسة يعني هد الدنيا بشكل مش كويس. انت شوية هتكون حزين او او زعلين على حاجات انت عملتها في دي. قدمتها. وآآ واخترت فيها يعني. آآ بعضكم عنده اخبار حلوة كمان. في هتجي لك اخبار حلوة. هتجي لك بسرعة في الفترة اللي جاية. آآ فيه كمان عندك امنية. وانت متحمس جدا بان انت تنفذها. برج الجادي في عندك امنية نفة تتحققها. ومتحمس قوي لتحقيقها. وان شاء الله الامنية دي موجودة عندك هتتحقق. وممكن دي اللي انت تسمع عندها اخبار.